لو جينا بصينا على المثال الثالث في الانتجريشن باي بارتس بيقولي اكس في تو بار اكس بي اكس نفس الكلام اللي عملنا في المثالين اللي قبل كده هناخد اليو والدي في اليو عندي هتبقى اكس عفكرا مش شرط الترتيب انا باخد الدلال اللي انا سهل اشتقه والدي في هتبقى تو ار اكس دي اكس فهنا هيبقى عندي الديو هيساوي دي اكس طب الفي هنا الفي هنا هيبقى تو بار اكس اوفر لين تو تماما يبقى الناتج هنا هيساوي ده تكامل طبعا يو في الفي فهيبقى اكس في تو بار اكس اوفر لين تو مين اس تكامل دفداء تو بار اكس اوفر لين تو دي اكس هيساوي قلنا ده هينزل زي ما هو على لين تو مينس لو جينا نكامل ده بقى هنكمله ازاي انا اول حاجة هطلع الواحد على لين تو ده بر ما هو ده يعتبر ثابت فانا هنا هاخد دي كده لوحدها تكامل تو بار اكس اوبر لين تو قلنا اول حاجة هنعملها هطلع واحد على لين تو دي بر تماما هناخد على لين تو دي الواحدة يبقى هتساوي واحد على لين تو في تكامل تو بار اكس دي اكس احنا الساقابين هنا واحدة على لين تو في تكامل احنا الساقابين تكامل تو بار اكس هو تو بار اكس اوبر لين تو يبقى ايزا هنا هيبقى ناقص هنحط ده كله نضربه في بعض هيبقى تو بار اكس اوبر لين تو لكل سكوير بلاس سي اشتركوا في القناة